اهلا بحضراتكم من جديد مكمل حوارنا مع كابتن حسام شعراوي كابتن الفوليبو اللعبة بتتطور عنيف ومن كل بطورة عالم بيلاقي بالذات الداتا فوليب يحصل فيها تفارات وإحصائيات وأرقام وتفصيلات كتير صعب اللعب أو المدير الفني أو اللعب مطالب منه أو المدير يرب مثلا مطالب منه إزاي يقدر يواكب ده في الوقت اللي احنا ممكن نطلع كمنتخباتنا اصطدم بالجديد وإحنا مش عارفين مطالب من اللعب ومدير الفني يعملين هو طبعا يمكن تكون الداتا فوليبو في الكرة الطائرة متقدمة جدا عن كل الألعاب الثانية غير الباسكت غير الهندبور غير حتى الكرة صحيح طبعا احنا بنحلل أداء اللعيب زي بالشعر اللعيب واتجاهه الناحياتي بيدرب الكرة الناحية دا اتجاهه كده بيدرب الكرة كده او بيحط الأسل في المكان الفولاني على حسب الاتجاهه وعلى حسب رفعة الكرة نعم الحاجات دي كلها الداتا فوليبو بتطلعها نعم بيبقى صعب على المدرب بقى ان هو لازم يحفظ كل اللعيب اللي قدامه انت اللعيب اللي قدامك ده هيعمل ايه بالضبط فانت بتدخله المطش حافظ كل حاجة هيعملها انا شايف قدامي كابتن هيسم ووشه الناحياتي فهيلعب الكرة الناحياتي فانا داخل المطش حافظ بزدط انا داخل حافظ اللعيب هيعمل ايه طبعاً في ستنة ابداع طبعاً من الفرقة اللي قدامك. بس 20% إلى num Band. ما بنسبه 90% أو 80% ... 天 françaisأني أقرر اللعيب بكل شيء. ب条約 which way. اللعبي بتاعي دايست من ع feesül And if I come back up with the order of cost, أنا اللعيب بتاعي دويو اللعاب اللي هنك بيدرب مثلاً 80 في المية في الزاوية. او 20 في المياه. أنا مش عايز الـ 20% ، انا عايز التمانين في المية. تمانين في المية دول هاخد من نقطة 60%. لادئة نجاح ليه invitado. وأبدأ بعد كده أن أنا أدور على الكورة الناحية الثانية اللي هي بتجي في اللاين أحاول برضو أن أنا برضو ما بسبعيش هتطلع منها نسبة شوية 5% على عشرة في المية على قد مقدر فألاقي نفسي أن أنا نجحت ب70% أو 8% كمان الحاجات دي كلها بتبقى صعبة أن المدارب لازم يبقى حافظ شوية تحليل الفرق اللي قدامه وعنده الطلاع على الفرق بتعمل إيه دي حاجة المهمة جدا أن الفولي أصلا بقاله شوية في تطور جامد جدا خصونا مع الحديث اللي إحنا بقيتنا في الفولي قبل كده كنا من تغيير الإرسال مثلا ما كانش بنقطة لأ ده بقى مثلا من 15 سنة أو وقت قزيت شوية بقى الغلطة بنقطة على طول فالحاجات دي كلها بتعتمد أن أنت لازم يبقى عندك اطلاع مع الفولي الفرق العالمية بتعمل إيه لسا نسمع أن فيه تغييرات جوارية تحصل هو لسا إحنا لسا بنشوف هو الفولي يعني حلاوة الفولي أن الكرة تفضل في الهوى كتير فعلا فولي الرجال عمتا عن فولي السيدات أن الكرة بيخلص يعني أستئباء لرفع الكرة خلصة تعطول إنما فولي السيدات بتدائما بقى فيه رالي فهما بيحاولوا يخلوا الرالي في الرجال أزيت شوية يعني مثلا نعملوا قبل كده أن ممكن تضيع سيرف وتعيد السيرف مرة تاني أو مرة تاني في سنة من السنين بس كل حاجات دي فشلت كل حاجات دي فشلت ويمكن اللي نجح شوية أن الهجوم الأولاني كان من بره التلت كان فيه سنة رالي ومع الجنب ومع القوة البدنية اللي لاعبة بتاعتي بيطلع يضربها من على الشبكة عادي فهما بيحاولوا يشوفوا مثلا طرق تانية يعلوا الشبكة شوية يخلوا عدد اللعيبة جوة الملعب أكتر سنة على قد مثلا نقلل الفراغات عشان نيكور تطلع بطولة عالم بيجربوا هو يعني مش بتبقى بطولة عالم مثلا بالشكل يعني هما بيجربوا في بطولات النشئين مش بطولة عالم للرجال بطولات النشئين هيتوضح شوية لان هو مش عايز برضو مهما كان ان هو يبقى بطولة عالم للرجال عشان الدعاية والإعلان والفلوس اللي دخل في الفولي يمكن برضو شوية الحاجات المهمة جدا في الفولي بتبقى نسبيته مثلا سبعين في المية أو تمانين في المية في الفرقة اللي بتجي للفرقة فالكلام دوت لازم المدرب يمحفظ فرقته ومعلمها ازاي تخلص النقط دي بسرعه بسرعه